ومن العاصمة انجمنا إلى بعض الأقاليم التي احتفلت باليوم العالمي للمرأة وإقليم والداي بحضور حاكم الإقليم محمد بشير أكرومي احتفل بهذا اليوم وسط حضور عدد كبير من النساء محمد عوثمان بحضور حاكم إقليم والداي محمد بشير أكرومي احتفل سكان مدينة أبشا بذكرى الثامن من مارس والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة دورة 2017 حيث جرت المناسبة بصاحة الاحتفالات بمدينة أبشا بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية وجمعيات المجتمع المدني وعمدة بلدية أبشا محمد صالح وقائد القوى المشتركة والعديد من المدعوين أربع خطابات تخللت الاحتفال أولاها برقية شكر وعرفان لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قدمتها السيدة خديجة بشر كما قدمت توصيات للحكومة وشركاء التنمية من قبل السيدة مريم أبد العزيز في خطابها رئيسة اللجنة التنظيمية للحفل خديجة يحيا شكرت كل الجهات التي ساهمت من أجل نجاح هذا الاحتفال واختتمت المناسبة بخطاب حاكم الإقليم محمد بشر أكرومي الذي هنأ النساء شاد بهذه المناسبة ساردا جهود رئيس الجمهورية والحكومة من أجل ترقية المرأة وانتهت المناسبة بتوزيع الشهادات للذين شاركوا في نجاح هذه الاحتفالية ترجمة نانسي قنقر